هذا وتستمر وزارة الداخلية في تطوير مبادراتها وبرامجها لتعزيز حقوق الإنسان ما يرسخ مكانة مملكة البحرين كدولة رائدة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مؤكدة مكانتها الرائدة دوليا في هذا المجال ويأتي ذلك في إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة وتنفيذ من الحكومة المؤقرة برئاسة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمتلك البحرين سجلا متميزا في احترام وتعزيز حقوق الإنسان بفضل مشاريع ومبادرات نوعية أبرزها قانون وبرنامج العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة الذين يعدان واجهة حضرية وإنسانية بارزة في تعزيز العدالة الجنائية وحماية النسيج المجتمعي فيما تتكامل هذه الجهود مع مبادرات أخرى كمبادرة فاعل خير التي ساهمت في دعم العديد من الفئات المجتمعية وبرنامج مكافحة العنف والإدمان معا الذي يعزز القيام الإنسانية لدى الطلبة من خلال مناهج متخصصة تركز على بناء الثقة بالنفس والتعايش السلمي واستكمالا لهذه الجهود تعمل الأكاديمية الملكية للشرطة على تدريب وتأهيل الكوادر في مجال حقوق الإنسان فيما تساهم مكاتب قضايا الأسرة والطفل في تعزيز تماسك الأسرة ومعالجة القضايا الأسرية بفعالية ومهنية إن وزارة الداخلية مستمرة في تطوير مبادراتها وبرامجها لتعزيز حقوق الإنسان مما يرسخ مكانة مملكة البحرين كدولة رائدة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر